السلام عليكم استكمالا لسلسلة التفاضل والتكامل درس اليوم هو عن الدوال المتصلة اليوم راح نشوف كيف how to test continuous functions او كيف نفحص الدوال المتصلة continuity test a function f is continuous عن نقطة معينة if and only if لها ثلاث شروط اول شي عند هذه النقطة الدالة موجودة ثاني شي النهاية موجودة ثالث شي قيمة الدالة عند هذه النقطة والنهاية متساويات هاي الثلاث شروط لازم تتحقق عشان اقول انه عندي دالة متصلة عن النقطة معينة الان لو قال لي g of x بالساوي x تربيع زاد واحد اثبت انها continuous عند مين عند ال x بالساوي واحد في هاي الحالة لازم نطبق ثلاث شروط اول شرط هل ال g1 exist بعوض بالواحد هي عبارة عن ايش واحد تربيع زاد واحد والجواب كم يساوي اثنين اذا عوضت بالواحد طلع الجواب كم اثنين الان بشوف اللمت اللمت لما ال x تقترب من الواحد كمان بعوض لانها هي عبارة عن بولينوميا الحدودية فالجواب هو عبارة عن واحد تربيع لانه عندي x تربيع زاد واحد والجواب كم يساوي اثنين الان بلاحظ ان ال g1 موجودة واللمت موجودة وكل واحدة منهم تساوي ايش تساوي اثنين معناها ايش معناها اللمت تساوي قيمة الدالة عند الفنكشن معناها انه ال g is continuous عند هذه النقطة اللي هي x تساوي كم تساوي واحد مثال اخر اذا هذه دالة متفرعة ففعك بتساوي x زاد واحد لما ال x اقل من اثنين واثنين x ناقص واحد لما ال x اكبر من الفساوي اثنين فقال لي افحص ال continuity عند ال x بتساوي كم تساوي اثنين اسهل طريقة وافضل طريقة اني بحط الاثنين في النص اكبر من او تساوي الاثنين اللي هي قيمة الدالة 2x ناقص واحد اقل من اثنين الدالة كم اكس زاد واحد في هذه الحالة كيف بحص ال continuity عند ال x بتساوي اثنين اول شي هل ال f 2 exist وين التعويض انا ما بعوض هذا بس رسمته عشان انا احط المتس النهايات التعويض دائما في ال x بوجود المساوة معناها 2 دائما هي عبارة عن 2 فبقول 2 بعوض بالقانية x بكم ب2 2x2 ناقص واحد بساوي كم اربعة ناقص واحد والجواب بساوي كم بساوي ثلاثة فهذه قيمة الدالة ليش عوض في الثانية مرة تانية الوجود المساواة اكبر من او المساواة اذا كانت مساواة فوق فبعوض في اللي الآن كمان اريد ايش؟ اريد اجيب قيمة اللهاية اللهاية النهاية لما ال x تقترب من اثنين من جهة اليسار إدال لكم إكس زاد 1 فحوظه 2 زاد 1 الجواب كم 3 ولما بقترب من جهة اليمين هذه جهات اليمين بقترب من جهة اليمين إدال لكم 2 بـ 2 ضرب 2 بـ 4 بـ 3 من اليمين من اليسار موجودات اللمت ولذلك هذي شو المت ايش موجودة ممكن واحد يسألني سؤال ليش قبل شوي ما سوينا هذي من اليمين لليسار لأن هذه حبارة عن حدودية فاليمين والإيسارة أنا أعرف أنها دائما متساويات لكن إذا كانت مثل هذه دالة متفرعة لازم أخذ اليمين والإيسارة فاللمت موجودة بتساوي ثلاثة وقيمة الدالة بتساوي ثلاثة فهم متساويات ففي هذه الحالة إيش الـ F continuous عند إيش الـ X بتساوي كم بتساوي اثنين الآن في عندي types of discontinuities ما هي أنواع discontinuity اللي هو عدم الاتصال في عندي ثلاثة أنواع أول واحد الجنب اللي هو فيها قفص والثاني يمكن عندي infinite أو asymptotic والثالث لم يكون عندي إيش point discontinuity راح نشوفهم كلهم أول اثنين الجنب والأسيمتوك نسميهم non-removable أما الpoint discontinuity نسميها إيش تكون إيش فالremovable فقط في حالة إيش معناها قابلة للإزالة أول اثنين غير قابلين للإزالة اللي هي كـ discontinuity والأخير قابل للإزالة الآن الجنب احفظ دائما الجنب إذا كان عندي لمة اليسار لا يساوي لمة اليمين فقط الجنب على طول مثل هذا لمة اليمين مختلف عن لمة اليسار الحالة الثانية في حالة الأسيمتوك راح نشوفها مع بعض أكثر وأشهر مثال للأسيمتوك إذا كان المقام بيساوي إيش يساوي الصفر هذا أسيمتوك الأكس أسيمتوك شوف الدالة هنا تقترب من اليمين ومن اليسار وهذه أسيمتوك لا يمكن تعمل touch مع الأكس أكسس ولا يمكن تعمل touch مع الأكس أكسس من جهة إيش اليسار وحالة الثالثة أريد أعرف الـ discontinuity في هاي الحالة أول شي لو برسمها في هاي عندي اتنين أكبر من اتنين x greater than x square من الجهزار x plus 3 الآن أفل اتنين بعوض في هذا اللي وجود المساواة فهي عبارة عن إيش 2 زائد ثلاثة والجواب خمسة الحالة الثانية بعد ما اجيبت قيمة الدالة لازم اجيب قيمة إيش المت من اليمين ومن اليسار من اليسار بعوض في هاي بتساوي إيش 2 زائد ثلاثة خمسة من اليمين بعوض الاتنين في هاي في اتنين تربيع بكم بأربعة فهل اليمين واليسار متساويات غير متساويات معناها المت ايش does not exist في هاي الحالة شو نقول هي عبارة عن jump discontinuity jump discontinuity أو none removable مثال آخر f of x بتساوي 5 over x minus 4 لو ألاحظ ان عندي مشكلة في المقام اذا المقام اكس بتساوي أربعة المقام بساوي صفر او الديناميناتر بساوي صفر في هاي الحالة هذه عبارة عن point أو infinite discontinuity وهي تعتبر non removable لسبب بسيط انه في عندي في vertical ascension عند النقطة x بتساوي كم أربعة find and identify the discontinuity الآن هذا x تربية نقص 8 x plus 15 over x square minus 6 x plus 5 إذا باجي بحلله x minus 5 times x minus 3 x minus 5 times x minus 1 شرحت التحليل في فيديوها السابقة بشيل ال x minus 5 مع ال x minus 5 الشي اللي بقدر أشيله بسبب factorization أو التحليل هذا بسميه ايش removable discontinuity اللي هو point ايش discontinuity فعند ال x بتساوي 5 لاني طيرتها في هذه الحالة x equal 5 هي تعتبر ايش removable ولو باجي بعوض ال x minus 5 في الدالة الأصلية رح تطيني النقطة كم هي النقطة خمسة بعد التعويض تعطيني ايش 0.8 0.05 أما اللي بقى فلو تلاحظون ان المقام عندي كمان مشكلة ضلت المشكلة هذي طبعا هذا رح يصاوي x minus 3 على x minus 1 فال x at x equal 1 في هذه الحالة في عندي ايش infinite discontinuity أو non removable at x equal what at x equal 1 الان find and identify the discontinuity خمسة لما x بساوي 2 وال x square لما x بساوي لا تساوي كم الاثنين فهذه هي الاثنين فعندي x تربيع عندما x لا تساوي معناها على يمين الاثنين وعلى يسار الاثنين ما اعطنيها أكبر وأصغر بس بمجر Second etAR ما قالي و quarto ما قالي أنها ما تساوي بس الحالة المشكلة الآن إذا أريد أن أجد قيمة H اللمت من اليسار التعويض بالx تربيع من اليمين التعويض بالx تربيع فكلهم يعطوني H الاثنين تربيع بأربعة من اليسار ومن اليمين الاثنين تربيع بالأربعة فمعناها اللمت تساوي كم؟ تساوي أربعة لكن اللمت وقيمة الدالة مختلفين هما غير متساويين اللمت لا تساوي قيمة H في هذه الحالة عندي H point discontinuity تذكروني يمكننا إذا ما ساوت اللمت ما ساوت اللمت وقيمة الدالة غير متساويين فهذه الحالة في point discontinuity وهي H وهي remote بعيد تعريف بس X تساوي اثنين وراح يصير عندي H continuity الان for what values of A the function F continuous at لازم كان يقول F continuous at عند النقطة أربعة خلونا نرسمها هذه النقطة أربعة عندي قيمة مجهولة A أريد قيمة A لتخليلي function H continuous في حالة الأكبر من أو تساوي القيمة كم؟ X تربيعا أقص X في حالة الأصغر من الأربعة القيمة كم؟ A X زائد كم؟ زائد خمسة خلونا نأخذ في هذه الحالة لازم النقطة عند النقطة أربعة في هذه الحالة أنا أريد F في الأربعة في الفيصفون وين بعوض؟ بالثاني اللي يوجود مساواة فأقول أربعة تربيع ناقص أربعة 4 square minus 4 واللي هي 16 minus 4 والجواب كم؟ الجواب 12 فهذه F أربعة الآن المت من اليمين واللمت من اللي صار لازم أخذ المت لأن الدالة متفرعة step function فالx بتتقترب من الأربعة من جهة اليمين من جهة اليمين كم؟ اللي هي X تربيع ناقص X في هذه الحالة هي عبارة عن 16 ناقص أربعة وجواب كم؟ 12 لكن اللمت لازم تكون متساوية لللمت من جهة اليسار وجهة اليسار هي عبارة عن AX زائد خمسة بعوض بالX بأربعة معناها 4A X بأربعة ضرب A 4A زائد كم؟ زائد خمسة لازم الليمة اليمين ويساوي اللومة اليسار فبقول 4A زائد خمسة لازم تساوي كم؟ تساوي 12 معناها 4A بتساوي كم؟ الخمسة تروح الجهة الثانية أو نضير الجمعي فهذه الحالة هذه راحت مع هذه فالـ 12 ناقص خمسة بكم؟ سبعة فالA في هذه الحالة بتساوي كم؟ سبعة على أربعة سبعة على أربعة فعشان هذي تكون continuous لازم A بتساوي كم؟ سبعة على أربعة مثال آخر سبعة على أربعة سبعة على أربعة سبعة على أربعة سبعة على أربعة ما قالي عن نقطة معينة everywhere صح هو قالي عن everywhere لكن أنا شو اللي علي لازم أشيك عند النقطة إيش فقط ثلاثة لأن في كل مكان آخر هي الدالة ثابتة معناها غير الثلاثة فهذه الحالة كل الأرقام اللي أقل من أو تساوي ثلاثة cx plus one وفي عند الأكبر من ثلاثة هي عبارة عن إيش cx تربية ناقص واحد فباجي برسمها هذه عندي الثلاثة أكبر من الثلاثة هي عبارة عن إيش cx تربية ناقص واحد أقل من ثلاثة فهي cx زائد واحد الآن لازم أخذ أول شيء قيمة الدالة عند النقطة اللي هي عند النقطة كم؟ عند النقطة ثلاثة فبقول F ثلاثة شو تساوي بشوف قيمة إيش قيمة الأكس ثلاثة c زائد واحد أود بدأ للأكس بكم؟ بثلاثة فالآن أريد أخذ اللمت لما الأكس تقترم من الثلاثة من جهة اليمين فهي عبارة عن إيش cx تربية ناقص واحد أعود بالثلاثة فهي c في ثلاثة تربية ناقص واحد فهي عبارة عن 9c ناقص واحد وجهة اليسار المت as x goes to 3 من جهة اليسار اللي هي إيش cx زائد واحد فهي عبارة عن إيش c في ثلاثة ناقص واحد معناها ثلاثة c ناقص واحد الآن عشان two limits لازم يكون من جهة اليمنين جهة اليسار متساويين فبقول 9c ناقص واحد لازم يساوي ثلاثة c ناقص واحد الناقص واحد والناقص واحد شو يكونون بيروحوا مع بعض لا هذه عفوا هذه زائد واحد إذا أنا غلطان هذه زائد واحد فهذه زائد واحد فهما راح يطيرون فهذه الحالة لازم السالب واحد تروح للطرف الثاني والثلاثة c تروح لهذا الطرف فبقول 9c ناقص ثلاثة c بتساوي هذي الواحد راح تضل واحد هذي راح تروح للجهة الثانية فراح يكون 9c-3c فهي عبارة عن إيش ستة c بتساوي واحد زائد واحد بكام بثنين في هذه الحالة السي بتساوي كام بثنين على ستة أو واحد على ثلاثة